اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة الأساس في التربية الإسلامية احرصوا عليها لأنها راح تبسط لكم المادة وتسهل المادة عليكم وتصير المادة من أبسط المواد هي والدراسات الإسلامية للفرع الأدبي لأنها معروضة لكم بطريقة الخرائط المفاهمية اللي هي بتساعدك على الفهم وبتساعدك على التذكر وبتساعدك على حفظ المعلومة بكل سهولة وبكل سلاسة ولا تنسوا الاشتراك بمجموعات الواتس أب في الرقم الأسفل في الشاشة حتى يصلكم كل ما هو جديد ونافع ومفيد حول المادة ننتقل الآن إلى آخر محور من محور الدرس ألا وهو آثار الإيمان باليوم الآخر معنا كلمة آثار اللي هو النتائج ما هي نتائج الإيمان باليوم الآخر في فرق بين إنسان يؤمن باليوم الآخر وبين إنسان يجحد اليوم الآخر الذي يؤمن بالله ويؤمن باليوم الآخر إيمانه هذا له آثار ونتائج إيجابية وآثار طيبة على نفسه من هذه الآثار أربعة أول حاجة مداومة على الأعمال الصالحة فلما الإنسان يعرف أن ربنا يحاسبك على صلاتك ويحاسبك على زكاتك ويحاسبك على حجك ويحاسبك على صيامك ويحاسبك على برك لوالديك ويحاسبك على القرآن اللي أنت حافظه فهذا يجعل الإنسان يحافظ على الأعمال الصالحة ويداوم عليها لماذا طمعا في رحمة الله عز وجل فهو يطمع بما أعده الله عز وجل له ثانيا من آثار الإيمان باليوم الآخر الابتعاد عن ارتكاب المعاصي والسيئات فلما الإنسان يعرف أن الله عز وجل سهو فيحاسبه على كل ما قدم من خير أو شر وصغيرة وكبيرة فبكون حريص على أن يبتعد عن كل المكرات والسيئات والمعاصي حتى وإن كانت من لمم الذنوب أو من صغائر الذنوب لأنه لا يأمن من مكر الله ولا يأمن من عقاب الله عز وجل فإذا ابتعد الإنسان عن ارتكاب المعاصي وآمن باليوم الآخر ضبط نفسه عن الشهوات وتاب إلى الله عز وجل كل ما ارتكب بذنب أو بخطيئة الأمر الثالث من آثار الإمام اليوم الآخر عدم التعلق بالدنيا بطراء غير مشروعة يعني من يكون الإنسان طماع بحيث أنه يكسب ويحقق مكاسف الدنيا على حساب الدين أو على حساب الحلال والحرام لماذا؟ السبب في ذلك لإيمان الإنسان بما أعده الله تعالى للمؤمنين من نعيم في الجنة فمن ترك خيرا عفوا من ترك شيئا لله عوضه الله عز وجل خيرا منه فالإنسان بالحال هاي إيمانك باليوم الآخر بخلي الإنسان مش طماع بأنه يكسب كل شيء بالدنيا في الدنيا إلا إذا كان مباح شرعا ويحق له أن يتملك هذا الشيء فيقدم الآخرة على الدنيا مهما كانت الدنيا غالية ولكن في الشيء عند المؤمن عز من رضا الله وعز من الدار الآخرة فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل يعني الدنيا لو لأنها لا تسوى عند الله جناحة بعوضة ما سقى منها كافر شربة ما فهي حقيرة وليست لها قيمة عند الله عز وجل الأمر الرابع النتيجة الرابعة تحقيق الطمأنينة في قلب العبد المؤمن لما الإنسان يؤمن باليوم الآخر يصبح عنده قناعة بعدل الله المطلق أنه مش راح يضيع عليه أي حق مش راح يضيع عليه أي شيء لأنه هناك يوم يجمع الله عز وجل فيه جميع الخلاق في محكمة إلهية عادرة لعدل فيها مطلق إن كان شيء إلك راح تأخذه غصبا عن الجميع وإن كان شيء عليك سيأخذه الناس منك غصبا عنك فالإنسان يطمئن لا يحزن ولا يصيبه اكتئاب ولا يصيبه يعني تعب من كثرة التفكير لأنه يؤمن بعدالة الله عز وجل بهذا اليوم فإيمانك باليوم الآخر يحقق لك الطمأنينة في داخل قلبك فالإنسان الذي يؤمن باليوم الآخر ومن صفات الطمأنينة التي تحقق أن الإنسان يرضى بقضاء الله عز وجل وقدره ويصبر على الابتلاءات التي ابتلاه الله عز وجل بها خاصة إن كان لها علاقة بأذى الناس لأنه يوقن أن الله عز وجل سيعوضه خيرا في الآخرة وسوف يأخذ حقه كاملا حينما يلقى الله عز وجل ممن ظلمه في هذه الحياة الدنيا نكتفق بهذا المقدار هذا كل ما له علاقة بدرس الإيمان باليوم الآخر الآخر ننتقل الآن إلى استعراض أسئلة التقويم على ما تم عرضه أو شرحه في هذه الحصة نبدأ الآن بالسؤال الخامس من أسئلة التقويم له علاقة بحصتنا اليوم أذكر اثنين من الأثار المترتبة على الإيمان باليوم الآخر إحنا ذكرنا أربعة أثار احفظوهم الأربعة لأنه أكيد رح يجعليهم أسئلة معفوا الأثر الأول المداومة على الأعمال الصالحة الأثر الثاني لابتعاد عن ارتكاب المعاصر والسيئات وتحقيق الطمأنينة وأيضا عدم تقديم الدنيا أو عدم الطمع الزائد في الدنيا وخاصة لو كان هذا الأمر غير مشروع شرعا ننتقل الآن إلى أسئلة مقترحة عن حصة اليوم ثلاثة أسئلة ثلاثة أسئلة موضوعية وسؤال واحد مقالي السؤال الأول اختر الإجابة الصحية في كل مما يأتي جميع الخيارات الآثية من آثار الإيمان باليوم الآخر ما عاد في عنا خيار ليس له علاقة من آثار الإيمان باليوم الآخر فإذا حافظهم إلى أربعة تستطيع أنك تستثني الخيار غير الصحيح ألف توثيق يعني تقوية العلاقات بين الناس باء المدومة على الأعمال الصالحة جيم الابتعاد عن ارتكاب المعاصدة تحقيق الطمأنينة في قلب العبد المؤمن باء وجيم ودال يا شباب هي من آثار الإيمان باليوم الآخر أما الخيار ألف هو خيار غير الصحيح ليس له علاقة بآثار الإيمان باليوم الآخر هو توثيق العلاقات بين الناس السؤال الثاني يدل قوله تعالى فما متاع الحياة والدنيا في الآخرة إلا قليل هيا الآية يدل على أثر من آثار الإيمان باليوم الآخر وين ممكن تحطها وين ممكن تصنفها عند أي أثر من آثار الإيمان باليوم الآخر هل هو عدم التعلق بالدنيا بطرائق غير مشروعة ولا المدومة على الأعمال الصالح ولا الابتعاد عن ارتكاب المعاصي ولا تحقيق الطمأنينة في قلب العبد المؤمن الجواب هو الخيار ألف عدم التعلق بالدنيا بطرائق غير مشروعة لأن هذه الآية تتناسب مع هذا الخيار الموجود معنا من آثار الإيمان باليوم الآخر السؤال الأول فرع ثلاثة من آثار الإيمان باليوم الآخر المدومة على فعل الطعاة والعمال الصالحة وذلك بالجل السبب هل هو وذلك للعيش بسلام ولا طبعا في رحمة الله تعالى ولا دفعا للشر ولا طلبا للحفظ من الله الجواب كما مر معنا بالدرس من آثار اليوم الآخر اللي هو المدومة على فعل الطعاة طمعا هذا هو السبب علل جواب علل طمعا في رحمة الله عز وجل فالإنسان بدوم على العمل الصالح حتى أنه يرجو رحمة الله عز وجل في الآخرة السؤال الثاني سؤال مقالي أعلل أو علل من آثار الإيمان باليوم الآخر تحقيق الطمأنينة في قلب العبد المؤمن وهو الأثر الرابع اللي مر معنا في حصة اليوم ما هو ما هو السبب يترى أنه إيمانك باليوم الآخر بحقق لك الطمأنينة والسعادة في قلبك الجواب في ذلك لأنه يوقن يعني يعني لأنه متأكد أن الله عز وجل سيعوضه خيرا في الآخرة وبهذا نكون يا شباب قد أنهينا معكم الدرس الثالث ألقاكم على خير مع الدرس الرابع كونوا حرصين يا شباب على اقتناء البطاقة حتى انكمل يعني أو حتى ماتح لنفسك من شرح باقي دروس بهذا الأسلوب الجميل وبهذا الأسلوب السلس اللي راح يبسط لك المادة وحتى أنه تحصل على العلامة الكاملة فيها إن شاء الله تعالى ختاما كان معكم معلم المادة الأساس طاه نايف ألقاكم على خير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته